اشهد وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالتوجهات الاستراتيجية التي يرتكز عليها برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية الذي يعكس رئية سموة للعادة رئيس مجلس الوزراء لتطوير الكوادر الحكومية جاء ذلك خلال لقاء سعادته بمنتسبية الدفعة السابعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية حيث أكد حرص الوزارة ودعمها المستمر لكافة الكوادر الوطنية وتوفيرها لكافة المتطلبات التي من شأنها الارتقاء بخبرات ومؤهلات الشباب البحريني وتطوير أدائهم بالشكل الذي يفي بمتطلبات العمل والأداء في الوزارة وتنفيذ رؤى واستراتيجيات الحكومة في كافة المجالات منوها إلى أهمية استفادة منتسبي البرنامج من الفرص والبرامج التدريبية العملية المقدمة لهم والتي تسهم في رفع مهاراتهم وصقل خبراتهم وتنمية قدراتهم العملية والإنتاجية ومن جانبهم أعرب منتسبوا الدفع السابع من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن شكرهم وتقديرهم لسعادة الوزير لما قدمه من دعم وتشجيع على بذل المزيد من الإبداع والمشاركة بكفاءة ومسؤولية وإيجابية في تطوير الخدمات الحكومية وخدمة مملكة البحرين